اهلا وسهلا بكم في قناة اكتشف مصر اتمنى دائما ان المواضيع اللي بقدمها تنول اعجابكم اكتبوا رأيكم في التعليقات اسفل الفيديو اهلا بكم مرة تانية كان قارون اغنى رجل في التاريخ وكان من بني اسرائيل عاش في عصر النبي موسى وهو له صلة قرابة بالنبي موسى فقد يكون ابن عم لقد رزق الله قارون رزقا واسعا وقصر في الاموال حتى فاضت بها خزائنه فوصل الامر الى انه لم يكن يستطيع ان يحمل مفاتيح الخزائن التي كان يمتلكها وكان هناك مجموعة من الرجال الاقوياء الذين يحملون المفاتيح الخاصة بالخزائن التي يمتلكها قارون على ظهر ستين بغلا كان قارون يعيش بين قومه حياة الطرف وكان يلبس الملابس الفاخرة ولا يخرج من بيته الا في زينته وكان يسكن القصور ويختار لنفسه الخدم والعبيد كان قارون اذا يستمتع بملازات الدنيا السؤال دلوقتي هو هل قارون كان عبدا شكورا وللاجابة على السؤال ده عايز اقول ان قارون لم يكن يشكر الله على ما رزقه من نعم فبدلا من ان يتيع ربه كان مغطرا بنفسه غرورا كبيرا وكان يتقبر على قومه ويفتخر بكثرة ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من الاموال والكنوز نصحاه الناس ووعزوه بل ونهوه ايضا عما يفعله وكان قارون مستكبر ومغرور ولم يأخذ بنصيحة قومه وبدلا من ان يحسن من نفسه قال لقومه انه لا يحتاج الى اي نصيحة من احد وقال لقومه ايضا انه اكتسب ماله وكنائزه بعلمه وفضله وليس هناك من احد له فضل عليه فيما اكتسب وفي يوم الايام خرج قارون على قومه بموكب كبير وكان يلبس اغلى السياب واجملها خرج معه ايضا جواريه وخدامه وكان الموكب عظيم به ستين بغلا هذه البغال تحمل المفاتيح الخاصة بقارون خرج قارون على قومه متكبرا ومغرورا بما يمتلكه من مال وكنوج لا حصر لها قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا نمتلك مالا والثروة وكنوج لا حصر لها مثل ما يمتلك قارون انه لذو حظ عظيم يؤسد نانس دول بهذا الكلام انهم بيحصدوا قارون على غناء ويتمنوا ان يكونوا مثله ووصفوه انه محظوظ حظا عظيما بمعنى انه يمسك التراب فيبقى في ايده دهب وفي هذا اليوم ايضا تكلم ايضا الناس الاخيار الحكماء اللي عارفين ان الدنيا ثانية ماذا قال هؤلاء الناس الحكماء قالوا لقارون لا تغطر وقالوا للناس اللي معاهم لا تغطر ايها الناس بما يملكه قارون فان الحياة الدنيا لهو ولعب والاخرة افضل جنات الله اعظم واجمل من كل ما يمتلكه قارون كان قارون يحقد على نبي الله موسى وعلى اخوه هارون وحاول قارون ان يطعن موسى طعنى تذهب به بمعنى انه حاول ان يلوث سمعته فصلت على سيدنا موسى سيدة باغية يعني واحدة زانية وقال لها اقول لقوم موسى انه زنا بك وعندما جاء موسى الى القوم وجد السيدة الباغية وعندما وجدته امامها خجلت من نفسها وقررت ان تقول له حقيقة ما جرع فقالت لموسى ان قارون اراد مني ان تهمك بانك زنيت معي او زنيت بي هذه هي الحقيقة وحزن موسى حزنا شديدا ودعا على قارون بان يخصف الله به وبماله الارض لانه ظالم مغرور وهذا ما حدث بالفعل لقد خصف الله بقارون وبداء ريه الارض ابتلعت الارض قارون هو ماله وداره وكنائزه كلها وكانت نهاية قارون نهاية مدمرة ارادها الله له بسبب غروره وتكبره على قومه وكذلك بسبب كتبه دلوقتي ايه لا يظبر الموعزة اني هناخدها من القصة دي من التعلم من القصة دي انه لا يحق لأحد ان يغطر بنفسه او يتكبر على احد فالمال مال الله يعطيه لمن يشاء لابد لكل انسان مننا ان يربي نفسه ويتعلم ان الدنيا فانية ولابد ان نبعد جميعا عن الكبر عن الكبر والغرور ونعطف على الفقراء والمساكين وبنتعلم كمان ان الدور الاخرة اللي هي في الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى اعدت للمتقين يعني الجنة اعدت للمتقين وليس للمتكبرين ولا للمغرورين فالدنيا لابد ان تنتهي بالموت ونتمنى احنا في العالم الاخر في الدور الاخرة ان نعيش في الجنة يا رب اغفر زنبنا وارحمنا وان شاء الله نلتقي جميعا في الجنة اللي هي ابقى واولى من الحياة الدنيا الدنيا فانية شكرا ليكم ده اللي انا كنت عايز احكيه النهاردة اتمنى ان يكون للاعجابكم متنسوش تشتركوا في القناة للاستفادة وفاعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اهلا بيكم مرة تانية كان معكم محمد مصطفى سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة